إبراهيم موظف بالجمارك مسؤول عن مراقبة جودة السلع الغذائية وكانت زوجته مريضة وحدد لها الطبيب موعدا بعد يومين لإجراء عملية جراحية عاجلة تحدث إبراهيم إلى زوجته قائلا اطمئني يا عزيزتي بإذن الله سيكتب الله لك الشفاء فقالت الزوجة الحمد لله على قدره ولكن من أين ستدبر المال لهذه العملية فقال إبراهيم معي مبلغ القسط الأخير لبيتنا فمعيده بعد أسبوع وبإذن الله سيجعل الله لنا مخرجا وفي الصباح كان إبراهيم في عمله يتابع إجراءات دخول شحنة غذائية للبلاد وأثناء الفحص اكتشف أنها غير مطابقة للمواصفات وبعد قليل فوج أبي مالك تلك الشحنة يدخل عليه مكتبة وأمسك بظرف به الكثير من المال وقال هذه هدية مني لك وأرجو أن تسمح بدخول شحنتنا فقال إبراهيم أنا لا أقبل الرشوة ولا أطعم أهلي إلا من الحلال فقال الرجل لقد علمت أن زوجتك مريضة وأنت تحتاج المال لعلاجها فقال إبراهيم لن أعالج زوجتي بمال حرام وكان عليك أن تتق الله أنت أيضا قبل جلب تلك البضائع وتؤذي الناس يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبعد قليل دخل عليه يوسف وهو مستورد معروف بأمانته ولكنه كان قلقا فهو ينتظر نتيجة فحص شحنته فقال له إبراهيم ستتسلم شحنتك اليوم بإذن الله فقال يوسف لا أصدق أن الأمر تم بهذه السرعة فقد اعتدت أن أقابل صعوبات لأنني أرفض دفع الرشاوة الحمد لله ما زال في الدنيا خير وعندما خارج يوسف تحدث إلى أحد موظف الميناء فعنم بشأن مرض زوجة إبراهيم فذهب إلى المستشفى سرا ودفع تكاليف علاج الزوجة وعندما ذهب إبراهيم وزوجته إلى المستشفى قال له موظف الحسابات لقد قام رجل بدفع الحساب ورفض ذكر اسمه فسجد إبراهيم شكرا لله وفي اليوم التالي كان على إبراهيم إنهاء إجراءات رفض الشحنة الفاسدة وإعدامها فذهب إلى عمله وهو في غاية السعادة ودخل عليه صاحب الشركة ليترجاه مرة أخرى قبل أن يسلم إبراهيم تقريره لإدارة الجمرك فقال له إبراهيم الحمد لله لقد نجان من مالك الحرام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا رجل صالح مؤمن بإرادة الله وقدره بعد ثلاث سنوات من زواجه لم تأتي إرادة الله له أن يكون أبا رغم عدم وجود موانع صحية له ولزوجته ويشاء الله أن يتوفى شقيقه وزوجته في حادث مروري تاركين طفلا عمره عامين فيقوم بكفالة ابن أخيه والاعتناء به عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم أو يتيمة لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات وقد تعلق قلب العم وزوجته بالطفل تعلقا شديدا واعتبراه ابنا حقيقيا لهما وبعد عام واحد جاءت إرادة الله ورزق الزوج بطفل من صلبه وكادت الفرحة لا تسعه هو وزوجته وقرر عدم التفرقة في المعاملة بين الطفلين واستمر هذا الحال حتى أصبح الطفلان شبابا وكان متحابين ومتفاهمين فيما بينهما وفي يوم من الأيام ذهب الرجل وزوجته لزيارة أحد الأصدقاء وبعد عودتهما إلى المنزل وجد ابنهما يبكي ووجهه ملطخ بالدماء فغضب الأب وزوجته بعد علمهما بأن ابن عمه هو من فعل به هذا وحاول أن يعرف السبب من ابنهما ولكن دون جدوى فقرر طرد ابن العم من المنزل وأخرجاه بعد تجريحه وإهانته وطلبوا منه عدم العودة إلى المنزل فخرج الشاب والدموع تملأ عينيه والحزن يسيطر على قلبه وأصبح يمشي بالشوارع والأزقة لعله يجد ما يأكله وفي الليل يعود لحديقة المنزل ليقضي ليلته فيها لعل عمه أو زوجته يشفق عليه وظل ثلاثة أيام على هذا الحال خلال هذه الفترة وفي خطبة الجمعة سمع الابن من الخطيب تفسير قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وعلم أن الذي يقطع الأرحام يستحق لعنة الله فبكى كثيرا وأغلق عليه غرفته بعدما عاد من المسجد وفي المساء سمع الزوجان ابنهما يبكي بصوت مرتفع فدخل عليه واحتضناه وسألاه عن سبب بكائه فقال لهما والله ما يبكيني إلا حالة أخي وليس ابن عمي فكلما نظرت إليه وهو بالحديقة ليلا والحزن يملأ وجهه يزيد عذابي وألمي حيث أشعر بأنني قد قطعت رحمي عندما أخفيت عليكم حقيقة سبب ضربه لي وبقوة لقد كنت أتحدث معه وأثناء حديثي تمنيت لك الموت يا أبي أو مكروها يصيبك كي أنعم بثروتك فغضب مني وضربني دون رحمة وهو يقول مت أنت وترك لي أبي وكررها كثيرا ثم بكى لي وقال لي إن مات أبي سأموت معه فأنا أحبه أكثر من نفسي دهش الأب مما يسمعه من ابنه وذهب مسرعا إلى الحديقة وهو ينادي والدموع في عينيه أين أنت يا بني فلما وصل إليه وجده يعاني من البرد والجوع فأسرع هو وزوجته وحملاه إلى غرفته وقام بثدفئته وإطعامه وبعد قليل فوج أبي الأبي يقبله ويرتمي بين أحضانه ويعتدر له فابتسم ابن أخيه وأول ما قام به هو الذهاب مسرعا إلى ابن عمه يعتدر له ويطمئن عليه وفوج الوالدان بابنهما ينهض من على سريره معافا تماما فضمهما الأب بين ذراعيه وقال لابن أخيه بعفوك عني عفى الله عني وأتم الشفاء لأخيك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا المال والقرآن رجل غلي جدا ليس له عائلة ولا أولاد ولكن عنده من العاملين في قصره الكثير وفي يوم دعا جميع العاملين عنده على العشاء ووضع أمام كل واحد منهم نسخة من القرآن ومبلغا من المال وعندما انتهوا من الطعام سألهم أن يختاروا إما المصحف الشريف أو مبلغ المال الموضوع مع القرآن فبدأ أولا بالحارس وطلب منه أن يختار دون خجل فقال الحارس كنت أتمنى أن أختار القرآن لكني لا أعرف القراءة لذلك سأخذ النقود فهي أكثر فائدة بالنسبة لي ثم طلب من البستاني كما طلب من الحارس فقال البستاني إن زوجتي مريضة جدا وأحتاج للنقود حتى أعالجها ولولا هذا لاخترت القرآن بعدها طلب من الطباخ أن يختار قال له الطباخ أنا أحب القراءة ولكن عمل الكثير لا يترك لي وقتا لأقرأ لذلك سأختار النقود آخر دور كان للشاب الذي يعمل سائسا للحيوانات التي في إصطبله والرجل الغني يعرف أن هذا الشاب فقير جدا فقال له إني متأكد أنك ستختار النقود حتى تشتري طعاما وتشتري حذاءا بدل حذائك الممزق فأجابه الشاب صحيح أنه صعب علي شراء حذاء جديد أو شراء دجاجة آكلها مع أمي لكني سأختار القرآن لأن أمي قالت لي كلمة من الله سبحانه وتعالى مفيدة أكثر من الذهب وطعمها أحلى من الشهد فأخذ القرآن وبعد أن فتحه وجد فيه ظرفين أول ظرف فيه مبلغ يساوي عشرة أضعاف المبلغ الذي كان موجودا على طاولة الطعام والظرف الثاني فيه وثيقة بأنه سوف يرث بعض أملاكي هذا الرجل الغني بعدها قال لهم الرجل الغني إن من يحسن الظن بالله فلا يخيب رجاؤه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ترجمة نانسي قنقر